السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد متمنى تكونوا بخير و على خير كده الي المعاشي السيام السابع غلبكم الله يكون معنا والله الى هذا العام رمضان محسناش به هذا العيد على الابواب دغية دغية كميل محسناش به النهائيا المهم بما ان العيد قرب جبت لكم وصفة ديال واحد القاتل اللي كي جيزوين بزفزف وراقي و في نفس الوقت مكونات بسيطة بزفزف لا بغيد لا زبدة لا طحين لا تشيح ما كي يخدش واحد الوقت بزف و انا هاتش هاده هما الوصفات اللي كيعجبوني و هاتش اللي كنبغي نتقاسم معاكم في القناة ديالي القناة ديالي من الاول انا الهدف هو انني نبسط لكم الحياة و نعطيكم افكار ديال حويجات مزمنين و في نفس الوقت ما يخدوش الوقت و ما يكونوش مكلفين اه الشعر ديالي انا في الحياة هو من القليل نديرو الكتير يالا مانك ترجع لكم نهضرها بزاف و نخليكم مع الفيديو حلوه بلا طيق بلا زده بلا بلد هاده من قدش و بصفانه بني لك لغض يالا خليكم معي و نفكوها باللغض موسيقى هنحتاج لهذه الحلوه ديالي كيلو ديال الكوكاو الزنجلان و كاكاو المر و كونسيتير هادو هما المقادير موجودين في كل دار و ما غالينش هادي نبداو في الاول بالكاوكاو هادي نزيد عليه ثلاثة ديال المعي لقد و هادي نحمرو هادي ندهو نجيبو في فوق البوطة في مقيلة بني كونك نحمرو فيه نستمرو بالتحرك ما نحبسوش التحرك نهائيا نهائيا اي لا حبسنا التحرك انا غفلت عليه واحد شوية را تحرق لي خاصنا ما نحبسوش التحرك ازولت ذاك الحبات اللي تحرقوا لي باشها ما يجينيش ما يجينيش الحلوه ديالي مرة هادي ناخدها و هادي ناخد هاداك الكاوكاو هادي نتحنو هادي نتحن ذاك الكاوكاو في واحد في المتحن ها الكهربائيه كيف مما كتشوفو هادي نتحنو ما ماشي ولا بوده نتحنو حتى ندعقوها حتى يخرج ذاك الزيت دياله احنا معناش معناش الغرض انها يخرج ذاك الزيت دياله غين نتحنوه وسافي من بعد ما تحنتو تنزيد عليه ثلاثة دياله المعارق ديال الكاوكاو وتنزيد عليه واحد ستا ولا سبعة دياله المعارق ديال الكونفيتور المهم جاهد مما يتخلطنا هاداك الكاوكاو هادي نخلطو به الى ما عندكم شو الكونفيتور تقدو تستعملو العسل انا استعملت الكونفيتور ديال المشماش كيف ما قلتلكم تقدو تستعملو العسل باش تجمعوه حتى بالعسل راتي جيزوين هادي نستمرو تخلط كيف ما كتشوفو حتى نحصلو على واحد العجينة لي تكون شدة راسا ومن بعد هادي مننحصلو على هاجينة متماسكة هادي نكوروهم وهادي نحطوه في ليمول اللي عندنا ليمول كيف ما كتشوفو عندي هاد ليمول بحل هكا ماشي بالضرورات تستعملو نفس ليمول تقدو تستعملو ليمول اللي عندكم في الدار كيف ما كتشوفو كنكوروه ومن بعد كنفندو في الجنجلة وعاد كننديرو في ليمول وكنبركع اليهم زيان كنبركع اليهم زيان باش ياخد لفهم ديال المول وكنستمر بحلقه حتى نعمر هاداك المول كامل منه مني قرب نكمل ليمول كنشعل الفران على 150 درجة نشعلو من الفق ومن التحت مني تيصحون الفران كندير كندير الحلوة ديالي في الفران ما كنخليها اشطيب بزاف واحد ثمانية ولا عشرة دقايق المكسيمون كيف ما شوفت ورا ما فيها لا بيد لا تحن را ما تتاخدش الوقت باش طيب منين طيبوها ونخرجوها من الفران نخلي بها حتى تبرد مزيان عاد باش نحيدوها من ليمول لانه إلا كانت مازالة سخونة وبدينك نحيدوها من ليمول راه كتهرس نخلي بها واحد ساعة كاك حتى تبرد مزيان عاد نبدو نحيدوها كيف ما كتشوفو ها هي دي دابا منين بردات را كتحيد بوحد سهولة ونردو باننا مزيان باش ما تهرش لانها هيشة كتهرز ومن بعد الزين كيبقى اختياري انا ذاك الوسط عمرتو بالكارامل عانتو ما هادي تشوفو راني درت ثلاثة دي الاختيارات بالنسبة للزين كيفاش تتعمروا هاداك الوسط درت شوية بالكارامل ودرت شوية بالشكلات البيض ودرت واحد شوية بلكنفيتور ديال الفريس هاكا باش كيجوا متنوعين وكيجوا لويناس مختلفين وكيعطي واحد لمنظر زوين بزعب ثلاثة كيف ما قلت لكم كيبقى اختياري كل واحد على حساب طبق دياله وعلى حساب الرغبة دياله وشنو كيبغي وشنو متواجد عندك في الدار كذلك كيف ما كتشوفو هنها يدوب تشكلات البيضة معه شوية ديال الهليب وزدت له واحد شوية ديال الزيت باش كيعطي ذاك البريون ما كيجيش باهت وكذلك بنفس الطريقات قد تديروها لشكلات الكحن حتى الشوكولات تيجي زوين وهنايا درت الفريس سمحولي درت الكمفيتور ديال الفريس اللي سخنتو شوية في كاسرونة وعملت به ذاك الوسط كيف ما كتشوفو ره واضح ومن بعد خديت انا الباتازيوك بهازو وقت تزين كيبقى اختياري كل واحد تزين على حسب الضوقة دياله كذلك تخليهم غراكة كرا تيجيو زوينين في المندر كما كتشوفو هذا هو شكل نهائي ديالهم تيجيو مزيونين واحد المندر راقي وزوين وكذلك تيجيو بنانين وشاشين صراحا مدق ديالهم تيجي رواها وكيما كتشوفوه اصطفتهم هنا في هاد البلاتو تيجيو زوينين بزاف مندر ديالهم زوين بزاف ذاك الالوان تيجيو زوينين بزاف نتمنى يكون هاد الفيديو اللي استحسان ديالكم وخلي ولي هدي كومنتر وقولولي شنو رأي ديالكم في هاد العوست وما تنسونيش بدلا لايك وابوني واشتراك بالنسبة الناس اللي ما مشتاركينش معاي اصل الاخير كما لعدا نقول لكم كنحبكم وكنموت اليكم اشتركوا في القناة